طبعا هذا الستائد كلش ممائز وان شرحته بالما حاضره بالفيديو لكن عنده ملاحظة عليها بسيطة انه البرساكت انا قلت عليه ايكاريوتك هو ايكاريوتك تمام فهو حقيق النوع وقلت انه يوني سيليلر يوني سيليلر يكون احادي تمام احادي الخلية لكن ايضا يكون ايضا ملتي سيليلر يعني مو بس يوني سيليلر مرات يكون ملتي سيليلر مثل هلمنتس انه غالبا يوني سيليلر بسيطة البروتوزا يكون يوني سيليلر لكن الهلمنتس اللي هي الديدان هذا تكون ضمن البرساكت تكون ملتي سيليلر تمام وبالتالي سيكون اوغانيزم تمام انه اعتبر اوغانيزم لان ايكاريوتك حقيقة تقدروا ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا ان شاء الله بس هذه الاضافة حبيت اضيفها انه البرساكت يكون ايضا ملتي سيليلر ما يكتفي فقط يكون يوني سيليلر يكون ملتي سيليلر بحالة الهلمنتس الديدان Symbiotic Read and Shape Symbiotic Read and Shape بالعلاقات التعايشية أو التكافلية هل علاقات التعايشية والتكافلية يأما تكون مبنية على الحب والود والتفاهم أو تكون مبنية على المشاكل والطلايب تمام؟ فإن شاء الله تجينا بالأنواع ونشوف شنون مبنية على الحب والود والتفاهم أو مبنية على المشاكل والطلايب حقيقة واسر راح تشوفونه فمن اسمها يأتي التوازن ديناميكي وتخلق لنا تفاعلات هذا التوازن الذي يكون لدينا يكون على اساس نوعي الوغيع tsthe interaction بين الـorganism بلخدم حده أنت ع시면 كلام عملاب길 في الوغيع بتفاعلات الـorganism البوراساكة وَح bye بين الطفيلي والمضيب كان هذا الطفيلي والإنسان بين الطفيلي وvad هذا الأمر الـorganism لأنه Today's by Wrong Dåح ركhl'S cis facet بين الطفيلي والإنسان رح يحسر التفاعلات عندنا فهذه التفاعلات رح يكون بها توازن إكوليبريام أي أورغانيزم that spends a portion or all of its life cyclic intimately associated with another organism of different species إثناء يقول لك عن الأورغانيزم اللي هو الطفيلي يخصد بثنانة بالتعديد الطفيلي هذا الطفيلي للأورغانيزم سيقضي portion or all رح يقضي جزء أو كل من life cyclic جزء يعني أو كل من دورة حياته intimately associated مرتبط ترتباط وثيق رح يقضي جزء من حياته مرتبط ترتباط وثيق هذا البراسايت رح يقضي جزء من حياته أو كل حياته مرتبط ترتباط وثيق بإيمان بالأورغانيزم بأنواع مختلفة من الأورغانيزم قد يكون عايش على الإنسان أو قد يكون عايش على الكات أو قد يكون عايش على الدوك تمام؟ أورغانيزم طبعا هاي يصيحوا لهذا يعتبر شني كونسيدر يعتبر سمبيوتين تمام؟ فهذا يعتبر سمبيوتين تعايش أو معيشة سمبيوتين فهو جاي يعيش هذا البراسايت جاي يعيش على أورغانيزم أخرى تمام؟ فهذا سمبيوتين يعتبر معيشة أو تكافل هذا هذا العلاقة تسمى سمبيوتين أو سمبيوتين تمام؟ فيتسمونه علاقة تعايشية أو تكافلية ثلاث علاقات تعايشية أو تكافلية أو شائعة تمام؟ ستكون بين من؟ بين 2 أورغانيزم بين 2 أورغانيزم تمام؟ مثلا بين الإنسان والطفيلي ايه فيكون بين 2 أورغانيزم بين براسايت و هوس تمام؟ مثل ما ذكرنا سابقا انه عدنا ثري كامل من السمبيوتين كريني شيء ثلاث أنواع من العلاقات التعايشية الشائعة أو التكافلية الشائعة عدنا اللي هي تكون بين 2 أورغانيزم يعني بين مضيف و براسايت 2 أورغانيزم تمام؟ فهذا الثلاث علاقات راح يكون اثنين من عدهين اللي هي الميوتوليزم والكومنسلزم هذنين علاقاتين مبنية على الحب والغيد والتفاهم أما الباراسايتزم اللي هي التطفولية هاي تكون خطرة هاي المشاكل والطلاب الباراسايتزم فعدنا الميوتوليزم والكومنسلزم اللي هي التبادلية والكومنسلزم اللي هي التعايشية هذنين مبنيات علاقتين راح نشوف هسا بالأمثلة شنون مبنيات على الحب والغيد والتفاهم بينهم الباراسايتزم هاي مشاكل وطلاب هاي خطرة واللي هي خطرة على الإنسان على اليوم نجي أول وحدة هو الميوتوليزم اللي هي التبادلية هاي تكون تكون علاقة تربطنة بين كلها شركين يعني اثنين شركة هاي هاي يعني واحد يعتمد على الثاني يعني بعمليات التمثيل الغذائي فهذا اثنين هاتهم واحد يعتمد على الآخر ايج اذر واحد يعتمد على الآخر and one cannot live without the help of the other يعني اثنين يقولك انه ما يقدر واحد يعيش بدون مساعدة الآخر يعني اذا راح الباراسايت ما يقدر يعيش المضيف واذا المضيف راح ما يقدر يعيش الباراسايت هكذا يعني فواحد ما يعتمد على الثاني ما يقدرون يبتعدوا واحد يساعدة الثانية however none of the partner server any harm يعني اثنين يقولك بانه يعني ليسبب ضرر للآخر ليسبب له اي ضرر ما يسبب له اي معاناة هرمفر اي ضرر ما يسبب له لا ضرر لا معاناة none للشريك ما يسبب له لا معاناة ولا اي ضرر مطينا علي اكزامبل هذا الاكزامبل هي شي بالعلاقة بين بروتوزا بين بروتوزا اللي هي تكون الاسوات ما البروتوزا ما الاوليات او البدايات السحولة الموجودة بالقالتما تيرمتس اللي بالمعدة ما للنملة الابيض معدت النملة الابيض بها شنى بروتوزا بها بروتوزا بها براسات بها براسات هاذا فلاجيلات تمام؟ من نوع الاسوات المتحرك فالعلامات ماذا يدعو؟ انه هذه معدت النملة الابيض هذه الفلاجيلات الموجودة اللي هي براسات علاقتها شنون يقول لك انه البريتوزا شا سوي تعتمد انه موجودة بمعدة النمل فتعتمد على الكاربوهدرات الموجودة بمعدة مال النمل على موت تتغذة تعتبرها غذاء نيوترينت تمام فتتغذة من الكاربوهدرات الموجودة بالقالت مال النمل الأبيض تمام بالمقابل النمل الأبيض الشي استفاد من هاي من هذا البروتوزا من الفلاجيليت ش رح استفاد ريتنك قل لك بالمقابل كبابل انه هاي رح تسوي هذا البروتوزا ستخلق وتفرز سكريشن ستسوي للسيلولوز هذا السيلولوز يكون مثل انزيم هو انزيم دايجستينج انزيم هاضم سيلولوز دايجستينج انزيم فراح تخلق وراح تفرز السيلولوز اللي هو انزيم هاضب داخل المعدة النمل الأبيض اللي راح يستخدمه طبعا النمل راح يستخدمه بالهضم بعملية الهضم فالنمل استفاد بأنه صار ولدت لأنزيم وساعدها بالهضم والفلاجلات استفادت عندها غذاء كاربايد فهذه العلاقة تبادلية ثاني شيء عندنا الكمنساليزيمز الكمنساليزيمز اللي علاقاتي يعني تكون مثل ما قلنا هي تعايشية أيضا مفيدة واحد مستفيد من الثاني من الطرف المقابل an association in which the commensal takes the benefit without causing injury to the host أنه علاقة تعايشية هي وهاي التعايشية تكون مفيدة benefit without بدون ما تسبب إنه injury يعني جرح للهوست المضيف بدون ما تأذن مضيف ما سبب لأي إجرحة مثال عليها الموجودة عندنا عند الهيومن الهيومن بادي تعتبر علاقة بيناتهم تعايشية بالمعدة جدا جدا فهي علاقة تعتبر تعايشية ثالثا هي التطفل العلاقة الثالثة هي التطفل اللي هي الخطرة اللي هي مشاكل وتضائل من عدها فهي التطفل تعايشية يعني تعايشية التطفل يعني اثناء يقول لك إنه إحدى الشركين راح يتضرر تمام؟ بهاي العلاقة association راح إحدى البارتنر الشركين راح يصير هرمت يتضرر لازم يتضرر and the other lives are the expense of the other يعني expense على حساب الآخر على تكلفة الآخر يعني راح فرد راح يتونس وفرد آخر راح يتأذى فوضنا partner is harmed واحد من الطرف انوان من الpartner راح يتأذى على حساب expense على حساب الآخر لذا تمام؟ مثل 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 هذه الدودة موجودة ماذا تفعل فيد on important items of intestinal يعني انها راح تتغذى عليما راح تتغذى على العناصر الأتم المهمة المفيدة انه بدأ انت تتاكل لك وجبة تحتوى على الحديد والفيتامينات وهذه تجدد هذه الفيتامينات والعناصر كلها المهمة فبذلك ما راح تستفاد من الوجبة تمام؟ فسبب لها كل مشكلة كبيرة كوسم تسمينا various illnesses , راح تسبب لنا امراض ومشاكل متعددة ومتنوعة فعلى ضوء هذا راح يجينا شيني Parasitic damage of host راح تسبب لنا وهاي وهذا الناياه الناد اننا خمس نقاط وهي طبعا نجي نبينا نبتحن اليوم نبتحننا على ما اعتقد ايه به også finalement قالώρα بالضبط قالوا براسياتيق damage عددتين مال IC وهو وسوي نه تروما اللي هي صدمة دمج بالتيشو والانتيسنل والليفر والاي دمج بالانسجة والامعاء والليفر والعين يعني الليتيكل اكشن راح يعني التحلل فيش راح تسوي لك راح تسوي تنشيط انزيمات معينة بالارغانزم طبعا بواسطة الارغانزم هذا الطفل الى راح يخلي انزيمات ينشطين يعني ذنة ثالثا عندنا تيشيو رسبونس تيشيو رسبونس راح يسبب بنا استجابة للتيشو شو 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 يعني لوكيلايز انفلاميش راح يسبب بنا اتهابات على الجدد وهي لوكيلايز انفلاميشن وسو منا ايزوفيليا يعني ايزوفيليا شين قلة بالايزوفيليا اللي هي عدد من نوعية من انواع الكريات الدم البيض تمام اللي هي سبب بيها ش راح يسوي لها راح يسبب بقلة بهذا العدد تمام بالايزوفيليا اه اربعة راح يسوي لنا بلودلوس لكسران بالدم يكون شديد حافي اه انفكشن اه يعني التهابت شديد وخطير اه واذما عايشيني اه اللي هي اه دودة معي راح يسبب بنا انيميا تمام نزيف او يعني فقر بالدم انيميا اه وفايف سكندري انفكشن اه سكندري انفكشن يعني التهابات ثانوية اوهاي اه اذا كانشن يقل لك ويكن هوست اه اه يعني المضيف راح يسير بيضعف فبالتالي هاي راح تستغل الفرسة البكتيريا وسبب انه انفكشن تمام اه باراسايت انه هي اثناء تصنيف في الماديكال امبورت باراسايت يعني اللي تكون الباراسايت الطفليات تكون مهمة انه الماديكا بالمجال الماديكال الطبي عدنا هي يعني قسمين بروتوزا والهلمنتس بروتوزا اللي هي الاوليات البدايات و اه اه عدنا ثانية الميوتوزا اللي هي الهلمنتس يعني الديدان تمام تمام بروتوزا بحد ذاتها تتقسم لها عدة اه اه انواع وهالانواع تتقسم عدة مجاميع اه فالبروتوزا اه عدنا اول الوحدة بيها السيركو دينية اللي هي الاميبية و ثانية وحدة هي اه مستر غوف فيورا فيورا اللي هي فلاجيليتز فلاجيليتز لاسواعط و ثري اللي هي سبروزو اه سبروزا اه سبروزا اه سبروزا اه سبروزا اي و اه فور اللي هي سيرييتز سيرييتز تمام اه اه عدكم السيركو دينية السيركو دينية اميبية الاميبية طبعا بيها ايضا مثل ما اي بيها عدة جينس حلو الف با سي دي و هتا الف بي اي بي سي يعني فاول واحد هو جينس اه الانتاميبية جينس اللي هو انتاميبية اكزامبل على يمطيني انتاميبية هستوليتيكال اللي هي جينس مارتها اميبية هستوليتيكال فانتاميبية اللي هي تمثل لانه جينس 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 و هكذا يعني تقرون جينس و تحفظون و هي اسبيشيز كل واحدة جينس مارتها و مثلا هست اه مستر غو اه فيور هي فلاجيليتس. الفلاجيليتس أيضا بها عدة جينس مثلا الجينس هو الجيارديا 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 عدنا اكزامبل عليها السبيشيز ماراتها الجيارديا الامبلية الجيارديا الامبلية اللي هي جدا معروء من تشرع عالميا الجيارديا الامبلية وتسبب الناس هاد وغالبا يعني احنا نصرف الميتراندزول العلاجة في الصيدريات اللي هو الفلاجين فغالباً يصرفونه لأنه الإصابات الطفيلية سبب النسال طبعاً ممكن للإصابات يأتي كسات متراندزو لا هيا بعدين نتعدمونا إن شاء الله بس اللي يأتي نسال سببه طفيلية شخصناها تحليلوا هاي سببه طفيلية جيار دي الأمبرية فنطي متراندزو لاحقاً بعدين إن شاء الله تعرفون هيا اللاجعة المهم عدنا نرسل حال اسبرزو أيضاً بها حفظوه لازم تحفظوه الجنس والسبيشيز مالاتين يعني كنا نحفظ فأنا ما راح حتسين كلين فأنا مود يقل الوقت فجينس بلاس ميديوم إكزامبل اللي هو يا هو بلاس ميديوم فلس بريوم اللي هي بعدين ملاريا إن شاء الله تكون هي فلس بريوم فجينس بلاس ميديوم وكذلك عندك بس يدنوه على الرابع عده السيلياتس عدنا إكزامبل مالتها هي إكزامبل مالتها هي بلانتينيوم إكولاي بلاتينيوم إكولاي فمرات يختصرونها بلاتينيوم إكولاي فيختصرونها يكتبون بي إكولاي فإنت مرات ما ينتبهون في قراء بس كلمة إكولاي قلتك هي بكتيريا لا بلاتينيوم يعني بي إكولاي هي اكتصار لبراسايت أما إي إكولاي هي اكتصار لبكتيريا تمام يعني عالة إكولاي عرفناها بكورسي أول ما هي بكتيريا هذه بكتيريا بينما البلانتينيوم إكولاي هي براسايت هاي طفيلي تمام ومثل ما قلتكم هاتحفظون الجينوس والسبيشيز مارك الواتي عدنا ثانيا هي ميوتوزا الميوتوزا ليها الهلمنتس الديدان اللي هما التسميتاته بلايت هلمنتس بلايت هلمنتس كلها الشرية للديدان تمام بيها ثلاثا واحد هي أما تراميتودا يا أما ثانيا سستودا يا أما ثالثا هي نيومت ثلمنتس ثلمنتس تمام فتراميتودا بيها ثلاثا جينوس السستودا أربعة ونيوموت ثلمنتس اللي هي بيها ثلاثا عدنا التراميتودا اللي هي جينوس مالتها أول واحد اللي هو سكستوسوما الاكزامبل عليها سكستوسوما مينوسون وعدنا ثانيا بيه جينوس فاشل فاشل اكزامبل عليه فاشل هيباتيك تمام فحتما يجيبن يعني بني بتحاني لك سستوما بيكيلك شيني سبيشيز مالتها تتكلنم مينوسونة شو ايه لفظن صعب أنيه ثانيا سستودا سستودا عنا يا جينوس مالتها جينوس مالتها دايفيدو لبروتوم لبروتوم اه هذا الجينس اما سبيشيز اه اكزامبل هو عليه يعني هو ايضا يعني ضمنها في يقلك اكزامبل هو هو الدايفيدو لبروتوم لبوتوم اه اه ليتم تمام اللي هو سبيشيز مالتي فلازم تعرف جينس والسبيشيز خافي يجيب انوصل بالامتحان او شي تمام فالباقي نفس الشي يعني عندنا بس هاي تايشي ايه ان بعد انتو كتمونا بمترجموا لافظهن ومحفظوهن تمام وقتكم نيوم نيوم ثلمنتس اللي هي شين عدنا اه عندنا المهمة objective نيوموتوه دا نيموتوه دا نيموتوه دا اه انتستان نيموتوده علي اكزامبل اه اه اي اي اه اي هذا حرف اي شير والدبريو تم شرّوتوا هاي ال اي و ال ثنانة ا oo داع تلاحظون هدى اني شير اللي الوجه راح تروح لها ايتدام تمام اه في اثنانة الانتستنات اللي نيوميتودا اه كاتب لك اكزامبل عليها حرف اي دابريو هاي وجمالتها العي اه المن اللي او كملكيها سبيشيز هو الليبريكويتس دودة هي الليبريكويتس تمام وعندك اثنانة اه سوماتيك نيوموتودا اكزامبل دابريو بنكروفيت المهم فالدابريو اتناول اي اعتقد يشيرني الوجه مثل ما قال دكتور جعفر يشيرني الوجه يعني لا اعتقد المكان اللي راح تذهب لما افتهم تب هس نجي للميديكور باراسايتولوجي الميديكور باراسايتولوجي العلم البدايات يعني الاوليات الطبيعة احنا اخذينا تصنيفة قلنا عدنا باراسايت والباراسايت راح يصير عدنا شيني يا اما بروتوزا يا اما يكون عدنا شيني ميتوزا اللي هي الهلمنتز ديدا اه فخلصنا صنفناه شيني قلنا خلنا نرجع ناخد بعض بالتفصيل فهس راح يدخل بالبروتوزا بروتوزا بالتفصيل راح نجي ناخد هي فعدنا الميديكور بروتوزا راح ناخد بروتوزا اللوجي اللي هو شيني يعني علم دراسة الاوليات يعني العلم راح ندرس فقط البروتوزا الطبية حلو العلم مالتها البدايات الاوليات اللي هي صحولها اوليات بروتوزا العلم البدايات الاوليات يعني بروتوزا اي فاسنة جي نديرووشين بروتوزا بروتوزا هو اه اذا تاخذ مفرد يعني سنقدار يكون بروتوزن بروتوزن تمام فبروتوزا اه مفرد مفردها هو بروتوزن تمام و هي كلمه قريقية كريقية اسمها بروتوزن معناها زون بروتوزن سوري بروتوزن ان زون مني يعني فرسانوى فالبروتوز والزون يعني حيوان اولي تمام يعتبر حيوان اولي مثل ما قلنا من حرفنا البراسات قلنا هو انامول اذا بدأت المسلمة شعون فالمهم فوقل لك فرس انامول حيوان اولي المنبريد او في اكاريتك بروتوزز بروتوزز يعني انه انه عندها اعضاء منبريد اعضاء او افراد يكون يون ايكاريتك بروتوزز يعني اعضاء افراد من مملكة البروتوزز اللي تكون حقيقية ايكاريتك حقيقية النواة دايماي بي اه دستانجوش اه فروم اذا ايكاريتك بروتوزز باي دير اب اه هاي يقول لك انها عدها ابلوتي تو موف اثناء انها شوف انه المهم بيها اثناء جدا هاي مهم عدها هذني البروتوزز عدها شيني ابلوتي قدرة على تو موف على الحركة تمام طبعا في بعض الاستيجات تمام مثل انسان من يقبر هاي وصير يتحرك تمام ووهو ما اشان طفل طبعا حركة قليلة وعدين ايه تصار عندها قدرة واي خدناها يقول لك البروتوزز عدها قدرة على الحركة في بعض المراحل من عمرها اه فهي ساعة نعرف ان البروتوزز ابلوتي عدها قدرة شيني تموب للحركة وعدها شيني لاك تفتقد اوف دي سيل وول وتفتقد السيل وول ثم يجي لك فراغ ان البروتوزز شيني ابلوتي عدها قدرة شيني على تو موف على الحركة وعدها وتفتقد لاك تفتقد من السيل وول تمام فهي جدا مهم انتبهوا عليها عدنا مورفولوجي اوف بروتوزا المورفولوجي مع البروتوزا اثنانة بسيط ما بيشي انه البروتوزا اذا نجيبها جوه المايكروسكوب عمودة تشوفها راح نلاحظ انه رينج سايز الحجم مالتها يتراوح بين التو الى 100 مايكرو ميتر على ما اعتقد فمن اثنين الى 100 مايكرو ميتر هذا الحجم مالتها مورفولوجي من الجانب الشيخلي ايضا يحتي لك انه تحتوينا على بروتو بلازم هاي البروتوزا تحتوينا على بروتو بلازم وتكون تحتوينا على غشوات يحطنا اليونكلياس والسايتو بلازم ما راح ناخده بالسايد للحقس راح نستمر بالمرفولوجي من الجانب بروتوزا وصلنا لتنا يقول نيوكلياس عن سايتو بلازم طبعا لازم شوين رجعي نور انه قلنا انه كونسيستين من الجانب اللعفولوجي من الجانب تحتوي على غشوات حقيقي لقد تحتوي على غشوات حقيقي باوند يعني تنائي هدشي هذا المعنى رايح يحطنا يحطنا منه نيوكلياس ويحطنا النواة والسايتو بلازمة تمام ويحطنا ايضا السايتو بلازمة فهذا الغشار رايحطنا النواة والسايتو بلازمة ده نيوكلياس containing كمب كمب أو دس دس برس كروماتين يعني الناتنا هده هده النيوكلياس رايح يحتوينا كونتيت يحش يحتوينا النواة يحتوينا تحتوينا على كروماتين هده الكروماتين ياما يكون كمب يعني متجمع ياما يكون متجمع ياما يكون دستربيوتة يعني متشتد أو متباعد وين يوجد هذا الكromati يوجد بال ventil مالي نوكليوس اور سحوله يعني سحوله كروسوم الكروسوم اللي هو يعني يعتبر ال DNA مالي الكاريوتك بأس ال DNA مالي الكاريوتك ويوجده كروسوم موجود بال transcend mont nucleus يعني مالي نوية بالcenter مالي نوية عندنا نواة وعدنا نوية. تمام فهو في سنتر مال النوية. تمام. هو يسعو لهذا النوية. يعني اعتقد هو يعني هو يعتبر الديان ايمال يكاريتك تمام فهو النوية مالتنه وتحتوينا على الديان ايمال الكاريتك اكتبر الديان ايمال الكاريتك. اه طبعا مفيدة عدي مفيدة هذا التركيب مع المورفولوجي يفيدنا بتدستينجوش بروتوزون يعني يميز بروتوزون الاولي عن انواع الاخرى راح يميز عن الانواع الاخرى التركيب التوزيع يعني الحجم والشكل وكل هاي التوزيع والتوزيع هذا راح يفيدنا بانه يسوينا بين انواع البروتوزون الاهمية اللي يعني الطبية في البروتوزا او الاتمام الطبيب في البروتوزا يقول لك البروتوزا يعني راح توجد او تتواجد يعني في كل الاماكن بها رطوبة تمام؟ اه 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 المنطري المنتري كانال يعني اه توجد بالهيومن بالقنوات الهضمية مثلا لان بها رطوبة او توجد مثلا القنوات البيو ميوكس بالبرعومة وهاي تمام؟ بالفارنكس والهاي يعني ايه تمام فيعني اشيكم كان به رطوبة بقنوات الكنال عندنا اه بالقنوات يعني راح سبب الناس راح توجد هاي البروتوزا تغيريات. اتنا يقول لك انه هاي من وجهة النظر البيئية يعني من وجهة يعني البيئية يعني هاي البروتوزا طفليات الاوليات يعني البروتوزا شبه هاي راح تنقسم الى اه تكون حرة او تكون تعايشية يعني تعيش مع اه مضيف فالفري تكون بدون مضيف الفري يعني الفري يعني ما تعتمد على المضيف بدون مضيف تمام تكون حرة اما تحتاج الى مضيف ومثل ما قلنا العلاقات اللي هنا الثلاثة اذي كان ناهم تمام تمام فسعرفنا الفرق بين الفري اللي هو جدا مهمة سيمبوتك فامس فاليفين الفري اللوي فمس ما يحتاج مضيف بدون مضيف سوم آور دا سيمبوتك عونز اره باراستي يمكن لك بعض السيمبيوتك هاي الالاقات بعضي قطع عيشها سيمبيوتك خيس المينيه ديزيز قوسط الزيزيز بالرغم من انه بالرغم من انه بالرغم انه الاميبية راح توجد ب بحالة يعني حرة مثل ما نقول انه راح اقول لك هالاميبية بالرغم من انه تكون انه حرة لكن اكو عدد من عدها راح يسوي انه كمنسل يعني كمنسل يعني علاقة عايشية راح يسوي تمام فهو صحة فري لكن راح يسوي انه علاقة كمنسل بالرغم انه حر لكن راح يصير عنده مثل تطفل او هاي بيمن بنا معه بالاستونا بالاستونا اه انتو ميبية حراق انتو ميبية حراق يقل لك هالانتو ميبية حراق سوينا شو انو 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 غزو سلايتس 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 يعني الاهداب راح تكون هاي اذا ايه من ضمن البلوتوزا اه من ضمن النوع البلوتوزا فتكون هاي فرييليفينك تمام تعيش تشكل حر ما تحتاج لها موضيف ما تحتاج لها موضيف ما تحتاج لها موضيف اه عند السلديوم بلوتوزز هومن يعني يتنايق لك انه نادرا ما راح تلقى هاته طفل عيسان هاي السلية تمام لانها فرييليفينك يعني حرا اه عندنا الفلاجاليتس الفلاجاليتس اه عندنا جين اسمالته اللي هي ترابينوسوم ترابينوسومز اه والليشمانية اه ترابينوسومز والليشمانية ذا اني ش راح تسوونا راح تسوونا غزو للبلاد والتيشو اه للدم وانسجة ما لليومن ومن ما راح ينتجينا برودوسينج راح تسوونا عنها شن هي اه سيفير كرونيك ألنسز يعني راح تسوونا عليها اه امراض خطيرة وكلش حادة تمام تمام عدنا بعد يا هنه عدنا 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 الترايكو مينوس اه اه فيجاينالز اه فيجاينالز يعني يتناقلك الهيوط المهلبية اه عند جيارد الامبلية والجيارد الامبلية طبعا اه 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 اذني الترايكو مونسو اه اه في اه في الفجاينا هاي اذن نوين توجد وين باليوريجين اه يورني يورن جينيتل يعني توجد بالجهاز البولي بالجهاز التناسلي تمام هاي ما الفجانيا ما المهلب فتدقائيا راح توجد وين باليورو اليورو جينيتل اما الجيارد الامبلية وين توجد بالغاسترو انتستانا بالمعدة في الجيارد الامبلية بالغاسترو انتستانا بالمعدة بينما تراي كومنيوس فيجانيا راح توجد باليورني يورينو جينيتل يعني بالجهاز البولي التناسل ف settle for me هذا الامبلة التي ستبانها من الأولى ت achei سيربانها من الم knockingها الخاص اي اي او مين . سيربان باثنين امراض سيربانها سيربانت اثنين أمراض اثنين يسببني ه ставس امراض هذا الامراض سيربانها سياجبانها سياجبها امراض ومن ثاناثنين سمعت breathing هätt باس انتشاف الخاصون اي اي اكثر اللامره سيربح المراد لا صحانيا سيريد لvil эта معتادلة ضعيفة خفيفة عقراضها تكون ضعيفة خفيفة ما تؤدينا الى no mortality لا تؤدي للوفا يعني راح تكون بها اعتلال morbidity لكن ما راح تؤدينا الى mortality الى الوفا no mortality ما راح تؤدينا مجرد راح تؤدينا عقراض خفيفة متوسطة هكذا بس ما راح تؤدينا الوفا عندنا بعد نكمل sporezone organism sporezone organism هاي شبيهة بالمقابل يقول لك sporezone هاي contrast بالمقابل شرح سبينا سبينا two of the most potential length disease هاي راح تسبب مني هاي sporezone راح تسبب مني lengthal disease two lengthal disease of human kind يعني راح تؤدينا لانت تتجيننا مرضين قاتلات للانسان يهي الميلاريا و toxoblasmosum تمام في يقول لك يعني بالمقابل انت مساق التجارة للامبريا وال tricomasona ما هاي هاي هذان يشبيه هذان يشبيه هذان يقولنا الساع ما راح تقديني الوافع حلو حلو لكن عدنا sporezone هاي خطيرة جدا تؤدينا على lengthal disease humankind يهن انواع sporezone اللي قال لك الميلاريا تناعدني والtoxoblasmas هذان يكون القاتلات تمام اه قاتلات with the advantage خصوصا راح يكون القاتلات نهايا اذا واحد عنده HIV اللي هو مرض النقص المناعي AIDS اه هذان راح يكتلنى مية بالمية يعني انه عنده نقص مناعي يعني ضعيف جهاز المناعي متى عنده important و راح يخلق يعني chapter has been opening راح يفتحاني يعني بالتاله هاي هاي الطفليات تكون تهازية بجرد ان نشوف عنده نقص مناعي راح تجم علي تنهي تمام most of the parasite in sedent اه راح تتمين الاندو cellular بروتوزا يعني بعض انواع بعض انواع البراسايت اه الطفليات راح تتمين الاندو cellular يعني من النوع الاندو cellular داخلي يعني نوع الداخلي فبعض الطفليات راح تتمين الاندو cellular بروتوزا الاندو الاندو بجي تحت المحاضرة للودي حمد